اشتركوا في القناة هيفا خلينا في البداية نتكلم من متى بديتي حبك وولعك بأكسسوارات البيت؟ صراحة من وقت ما كنت صغيرة نحن بالشام عوادين يعني بيوتنا كلها فيها هالانتيك مثل ما منقول والخشب والصدف وشغلات العربية الحلوة وانا كتير ربيت ببيت ستي اللي هي كان بيتها مثل متحف لهالشغلات وكان فيها كتير اشياء مميزة يعني قطع مميزة والعصورة قالت لي هيفا انه انت لتش صلت قرابة بالشعر الكبير نزار قباني شعر المرأة خبرين عن هذه القرابة وش كتر اثرت عليتش؟ اكيد بيكون خال بابا اخوة لتيتا وكان دائما يعني بيت تيتا كان مزيج بين التحف والانتيك وبين مكتبة كبيرة هي عبارة كلها عن كتب وشعر نزار قباني فاكيد هالشي كتير خلاني حب هالاشياء اكتر وحاول انه انا يعني اعمل شي فيها وطورها هلو شو اللي ميز اكسسوارات البيت هيفا على الاكسسوارات الثانية من غيرها؟ اكسسوارات البيت هي اكتر بتكون يعني اشياء نحنا من استعملها اكزاكلي بتكون اكتر شي من استعمله وحبيت فكرة انه نحول الاشياء الانتيكي اللي نحنا يعني هالجيل معه كتير عنده ياها لطريقة اكتر مودرن اكزاكلي وشي يقدر نحطه بالبيت بنفس الوقت نستعمله يكون عملي وبنفس الوقت يكون فيه هالتتش اللي هي من الانتيكي اكزاكلي اكزاكلي هلو هيفا معانا مجموعة في الستوديو قاعدة اشوف اطباق قاعدة اشوف شغلات السكر ممكن نحط فيها حلويات قاعدة اشوف شموع على الطريقة العربية بس ايا في نفس الوقت مودرن خبرين اكثر عن هذه التصميم اكزاكلي هلأ فيه صواني الصواني هي عبارة انه بتكون كل الاياسات حبيت اعمل شيء له علاقة برمضان فمتل هالصينية محطوطة علي رمضان كريم والبوكس محطوطة علي نجوم وهلال هدول رمضان تعيشنا في الاجواء من الحين اكزاكلي بما انه رمضان قرب حتى فيه منه حبيت اذا بيكون هدية اذا حدا رايح افطار او معزوم فيه ياخذ هدية ففينا نحط فيه امر الدين وتمر وتكون ملفوفة باكتش كأنه هدية فيه البوكسز اللي هي كتير كمان عملية يعني مثل هيدا البوكس فينا نقيم البوكس من محلو ومنحط فيه كاندي شوكولت تمر اكزاكلي فينا نقيمه نستخدمه لحاله وفينا نحطه بالله خاصة الله ما شاء الله فرمضان نحن لكلش مناكل اكزاكلي يعني مكسرات شغلات صح صح الشموع وايت حبيتها هاي فخبرين عنها الشموع هي يعني دائما هيك وجودة بالبيت بحس مهم وحبيت هيك تكون انه طريقة شوي مودن فوت فيها الصدف وهي بتكون شمعة هذا الموديل وفينا كمان نقيمه الشمعة فينا نستخدمه كأنه فاز حالو منحط فيه الورود خاصة نحن الحريم الآن ما عندنا وقت بالعكس فرصة هذه تشيل الشمعة تحط الوقت يجب أن يكون موجود وفيه مثل كله هاند ميد سوفينيرز بيكونوا كف فاطمة أنا كتير بحب أعلى بحبها أكزاكلي في منه يعني فيه له كتير استخدمات ممكن نحطه ممكن نعلقه ممكن نعمل منه بحب أنا البلو آي اللي هي العين الزرقى دائما أن تكون موجودة بالبيت تنعلقها هذه ثقافة الشرقية العربية صح حيث أكيد تستعينين بناس تساعدتش أنت تصممين وتسوين هذه الأفكار أكيد لما تطبقينها ما يكون سهل تطبيقها أكيد 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 أول شي بالديزاين يعني هو أهم شيء بحطة ديزاين اللي أنا بديه وبيضل بطور الفكرة والتنفيذ فيه أنا بتعامل مع مشغل أتليي بالموجود فهو بيأخذ الفكرة مني وبيبدأ بالتطبيق يعني الخشب بيكون كله حفر على الليزر البلاكسي بيصير لحاله والخشب له كمان بيعملوه على آلاته وحفر على الليزر حالو شكثر التابعين هاي فمن بداية تصميمك للقطعة إلى طريقة تنفيذها أكيد طريقة تنفيذ يعني تكون فيها شوية صعوبات عشان يوصل لك الفكر اللي أنت تريد توصلين لها صح 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 وكتير بيكون فيه بأول فترة كتير بيكون فيه هدر مثل ما بيقولوا لحتى أوصل أنه ما يكشور أنه أوصل للفنيشينج اللي هو بيكون يعني منيح وما يكون فيه أي دفو مثل ما بيقولوا بالقطعة أكيد هاي فأكيد يعني فيه طلبات ترتيج خاصة من عند الناس أنه أنا أبغي مثلا ممكن الطبق بدل رمضان كبيري ممكن تكتبين عليه الاسم صح ممكن تكتبين عليه تهنئة أكيد أكيد تشتغلين كثير ما تقدرين حق الزباين ولا تقدمين لهم الأشياء اللي عنده تشقهم يختارون منها لا أكيد يعني غير لأنا الدزاين اللي أنا بعملها وبحطها فيني أعمل أي أوردر أي طلب لأي أحدا بده ممكن رمضان كريم ممكن أي شي هو بيحب بيكون بيكتبه خاصة بالمناسبات اللي إلنا عليها ممكن اسم البيبي مثلا على البوكس بدل الدزاين ممكن إذا كتب كتاب أو نحط اسم العرسان أي طلب أي أوردر فينا نعمله حلو كثير من الناس هايفا دائما تجهون إلى الأكسسوارات الغربية ومدري شنو بهذه التصاميم اللي تسوينها اللي فيها اللمسة وريحة الشرق وريحة العرب هذه التاتش اللي نشوفها رح نشوف هايفا في المستقبل توصل العالمية وبهذه الأكسسوارات توصل التاتش العربي للعالم إن شاء الله إن شاء الله نحن يعني عايشين ببلد مثل دبي كتير في جنسيات متعددة وكتير أنا عم شوف من خلال المعارض اللي عملتها أنه مو بس العرب كتير في أجانب كتير بيحبوا هذا الشغل وكتير هيك بيكونوا يعني مبسوطين فيه كتير أنه شي هيك شرقي قديم غير الغربي اللي هو دائما يعني مليان منه هذا الشي بكون شوي هيك غير يكون غير هايفا أكيد ككل مرأة في بداية مشروحة أو بداية فكرتها واجهتي الصعوبات شو أكثر الصعوبات اللي واجهتيها وممكن السيدات اللي قاعدين يتابعونا الحين يستفادون من هذه الصعوبات ممكن يتجاوزونها إذا عندهم فكرة مشروع هلا الصعوبات اللي أكثر شي أنا عم واجهة بما أنه الشغل أنا عم يكون يعني أكثر بر دبي هي الصعوبات ليتلي لأنه الظروف اكزاكلي بالشام ما كتير منيحة فهي شوي أنه بكيف النقل الابضاعة وكيف أنه بدا تجي على دبي بس أكيد كل مشروع أوله إلا ما يكون فيه صعوبات كتير بعدين واحد بيتعلم أكيد تعلم ويتطور ويتطور نفسهم هل فتستعملين وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالمنتوجات اللي قاعدة تقدمينها؟ وشكثر ساهمت أنه أنت تنجحين؟ أكيد كتير ساهمت أنا على إنستجرام أنت كانة كتير ساهم هالشي لأنه كل العالم يعني تعرفي هلأ كله على إنستجرام فأي شي بيصير أي معرض بيكون فدائما أنا بتكون بتحط أكزاكلي حلو أبي أشكرت شايفة على وجودك معانا وكل التوفيق بهذه الكوليكش شكرا حلو حق رمضان الله يبغلقنا يا إن شاء الله شكرا يعطيك العافية مشاهدينا بهذه الأكسسورات الجميلة اللي تذكرنا في أجواء رمضان ووصلنا لنهاية حلقتنا لليوم أبي أشكر كل ما نتابعنا في هذه الحلقة إن شاء الله تكون عجبتكم أنا لقائي معكم إن شاء الله يوم السبت المقبل لكن سيدتي مستمر باتشر مع زميلتي فرح تصبحون على الألف خير وأمسيا سعيدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة